بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أن عمت عليهم غير المرضوط عليهم ولو ضالين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخلوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقررون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كافر كفار لو أراد الله أن يتخذ وأدى الأصدفى مما يخرق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسفّر الشمس والطمار كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعال ثمانية أزواج يخلقكم في أطول أمهاتكم خلقا من بعد خلق في قربات فلا آس ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله ربني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر زرجوا مصر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فننبركم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات اسقدون وإذا بس إنسانا ربهم ميبا إليه ثم إذا خررهم نعمة منه نسيما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن وطاعت أدادا ليه ساجدا وطائما ساجدا وطائما يحذر الآفرة ويرجو رحمة ربه قل هل يسبق الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر قل الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسبة وأعطوا الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مصلصا له الدين قل إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مخلصا له الديني فاعبوا ما شد من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخصار المبين لهم من فوقهم غلما من النار ومن تحتهم غلما ذلك يخرف الله بأي عباده ذلك يخرف الله بأي عباده يا عباد فاتقوا والذين اجتنوا الطابوت أن يعطوها وألا أكون إلى الله له الكشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أفمن حق عليه كرمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غغف من فوقها غغف مدنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله دا يخرف الله الميعاد ألم ترى أن الله أنزل من السلائم فسلكه يلا بيع في الأرض ألم ترى أن الله أنزل من السلائم فسلكه يلا بيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا أدوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطانا إن في ذلك ذكر الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فعين للقاسية قرورهم من ذكر الله قرارك في ضلال مبين الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشارها مفاني مفانية ضشرهم منه جنوب الذين يخشغوا لعبهم ثم تبين جنوبهم وقربهم إلى ذكر الله ذلك أولى الله يهدي به من يشاء ومن يطلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للخالبين وقيل للخالبين فوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وبعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مسل لعلهم يتذكرون قرآن عربيا غير في عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستغياء مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أطلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء ألس في جهنم مثلا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله كافر عهده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يقضل الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في اعتقاد وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول النبضا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضر فإننا يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين مرتها والتي لم تموت في منابها فننسك التي قضى عليها المرت ويرسل الأخوى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لطوم يتفكرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض يعلم الضيب والشهادة أنت تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الهذين ضعوا مع الأرض جميعا ونفقوا معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا واحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزمون فإذا مست الإنسان ضر التعالى ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيتمه على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قدرهم فما أردانهم ما كانوا يكسبون فأقصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيرهم سيئات ما كسبوا ولا هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تطلقوا بالرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرفوع الرحيم وأبيضوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما ينزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسني يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول أن الله أليم كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو أنني كرة فأكون من المحسنين بل أن رجاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كلموا من الله وجوه مسودة أليس في جهنم نفوا للمتكبرين ويمجي الله الذين اتقوا بمخيازتهم لا يمسهم السنب ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقارين السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفضي الله تأمر إي أعبد أيها الجاهلون ونقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك أئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جهيعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السنور فصعد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ديام ينظمون وأشرطت الأرض بنور ربها ورضي على الكتاب رجيء من النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عائلت وهما أعلم بما يفعلون وسيط الذين كفروا إلى جهنم زبرا حتى إذا جاءوها فتحت أروابها وقال لهم خزنتها لم يدكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويرهرونكم رقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقطت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أدوان جهنم خالدين فيها فبئز مثل المتكبرين وسيط الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زبرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوا أخاردين وقالوا الحمد لله البثي صدقنا وعده وأرضنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حلاثين من حول العرش يسبحون لحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقال للتنب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إله المصير ما يكافل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قنوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجاذلوا بالباطل وجاذلوا بالباطل ليدحقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابا وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون الغرش ومن حولهم يسبحون بعمل ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأباركم جمنات عدل نفتي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وثرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفنس العظيم إن الذين كفروا نادون لنقت الله أكبر من نقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الهيماء فتكفرون قالوا ربنا أمدت لسنتين وأحييت لسنتين فاعترفنا بذنوبها فاعترفنا بذنوبها فهل إلى خروج من سبيل فالكم بأنه إذا كعل الله وحده كفرتم وإن يشرح به تؤمنوا فالحكم لله العلم الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتمكر إلا من ينيب فدعوا الله فدعوا الله نخرص لها له الدين ولو كذها الكافرون رفيع درجات ذو العرش رفيع درجات ذو العرش يلق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينفظ يوم التلاق يومهم بارسون لا يخفى على الله منكم شيء يومهم بارسون لا يخفى على الله منكم شيء لمن يخفى على الله منكم شيء يومهم بارسون لا يخفى على الله منكم شيء الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذقهم يوم الآزفة إذ القرار الحباج الكاظين ما للغاربين الحبيب ولا شفيع يطاع يعلم غائلة الأعلم ولا تخف الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السبيع المصير